السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مغيبت عن كتر مدى كتير يعني بس رجعتها الحمد لله. هنبدأ بقى الملخص بتاعنا. هنبدأ بشرح الجريد ماين صف التاسع اللي هو متقدم شرح الانسباير بايولوجي. ده المنهج اللي انا هشرحه ان شاء الله. هنشرح الصفحات الهيكل. اول حاجة نزل اول حاجة في الموديولز اللي عندنا عندنا نيرف سيستم. هو ايه? هو شبكة في جسمنا كده بكله. مكونة من صغيرة اسمها النيورون. النيورونز دي منتشرة في كل الجسم. فالنيورونز دي مع بعض اتجمعت وكونتلي في الاخر الشبكة اللي في جسمي دي اللي هي النيورونز هي بتكون خلايا متخصصة. بتعمل ايه? بتاخد الفورميشن من الانفيرومنت اللي حوالينا. بتاخد معلومات عن وضع الجسم بقى عن اي حاجة الجسم معرض ليها. فهي اللي بتجاثر انفوميشن. بعد كده بتانتروبريت the information. بتفسر المعلومات دي. او ام بتعمل لها يعني اا انتروبريت. وبعد كده بتعمل ري اكتوات. تتفاعل او تستجيب للانفورميشن اللي هي اخدتها من الانفيرومنت دي. فهي بتعمل تلات حاجات. جاثر انفورميشن بتاخد المعلومات او الانفورميشن دي توديها فين? توديها للمخ. تمام? فالمخ هو اللي بيدينا السيجنل او الاشارة ان احنا مثلا لما نتعرض لموقف كزا فنتصرف كزا. يبقى مين المسؤول عن كده هو المخ اللي بيدينا السيجنل او الاشارة والاشارات دي بتنتقل على طول ايه? على طول النيورونز بتنتقل من نيورون لنيورون لنيورون لحد ما توصل لي اه العضو اللي فيه مسلا اه مشكلة ومحتاجين نري اكت او نعمل اه نعمل اي تفاعل او نعمل اي مسلا حركة بحيث ان احنا اه نشيل الضغط ده من علينا او نشيل الاستيميولاس او المحفز ده من علينا. اه اوكي. النيورونز اه ده شكلها. بتتكون من تلات او اربع حاجات. الجزء الشجيري ده اسمه دندرايت. بعد كده الجزء اللي في النص ده اسمه السيل بادي وهو نيورنز. بعدككده عندنا الاكزن. بعدكده عندنا الاكزن اندنز. او نهايات تمام? يبقى دول او الانيورونيين. طيب احنا اتفقنا ان في جسميني اصلا في ملايين من النيرونز دي فيه من دي ملايين منها الدندريد هو اللي بأول حاجة بيواجه الإشارة اللي جاية من الجسم في أول حق واحد بيستقبلها مين هوالدندريد بيشيف سيجنالز بيقول على السيجنالز دي اسمها بيستقبلها من النيرونز الطانية بتودي السيجنالز دي لنيرون وكيف يستقبل السيجنال أو هو تمام طيب بياخد اه اول حاجة زي ما قلنا في اغلب في اغلب اوكي وبعد كده بيوصل دي السيل بادي بياخد ويوصلها المين اخر محطة عندنا واخر الرحلة عندنا اللي هي الاجزم يبقى ديندرايد بيعمل وبعد كده بيوديها فين او بينقلها المين بينقلها السيل بادي بيعمل ايه بيعمل ان هو بينقل السيجنال دي للاجزم ام اوكي الاجزم بقى بياخد السيجنال او الامبولس ده من السيل بادي ويودي فين يودي بقى او او اي حاجة في الجسم محتاجين نوصل لها الامبولس او الاشارة دي تمام النيورنز عندنا مش نوع واحد عندنا حوالي تلات انواع اساسية من النيورنز عندنا سنسري وانتر نورنز وموتر نورنز سنسور نورنز وانتر نورنز وموتر نورنز طيب الانتر نورنز دي اساسي موجودة فين موجودة في البرين والسباينال كورد موجودة في المخ والحبل الشوكي يعني النوع النيورنز الموجود في البرين والسباينال كورد هو الانتر نورنز تمام دي مهمة جدا ولازم تتحفظ طيب بعد كده هنيجي الاول نوع اللي هو السنسور نورنز السنسور نورنز بيعمل ايه أول حاجة أنا مثلا السجن اللي عندي او الامبولس عندي او اللي حصل لجسمي مثلا information حاليا ان انا ايدي محطوطة حطتها على حاجة سخنة ايدي دلوقتي موجودة على حاجة سخنة حاجة سخنة جدا تمام فانا اول reaction انا بعمله ايه بقوم شايل ايدي فورا مجرد ممسك حاجة سخنة ايدي بلاقي نفسي حركة دلوقتها بعيدة عن الحاجة سخنة دي حتى بدون ما ادرك ده يعني هل ده حصل كده يعني بشكل عشوائي يعني ولا اه في اه في ستيبس حصلت في ستيبس حصلت كده في الجسم يعني اول حاجة ان بتاع اللي لمس الحاجة سخنة ده ده عليه ايه عليه عليه سنسوري ريسبتور او سنسوري نورنز السنسوري ريسبتور دي استقبلت الامبولس طعم هي اللي استقبلت الاستيميلوس او المحفز قصدي اللي هو استيميلوس او المحفز اللي هي الحاجة السخنة الحاجة السخنة بالنسبة لي كانت استيميلوس فلما ايدي لمست الحاجة السخنة دي وتعرضت الاستيميلوس او محفز معين السنسوري ريسبتورز الموجودة على السكن اخدت الاستاميروس ده وعملت في ايه بعتت الامبولس او الاشارات من الريسبتورز دي ودتها للبرين للبرين والسباينل كورد واحنا عارفين خلاصا ان البرين والسباينل كورد دول موجود فيهم انهي نوع من النيورنز اللي هي الانترنيورنز يبقى انا دلوقتي ايه دي لمست حاجة سخنة بعدين شلتها بشكل لا تلقائي مين بقى اللي فصر لي او مين اللي داني الانفورميشن او المعلومة ان انا ابعد ايدي بالشكل ده فهي دي اللي ستيبس بقى اللي احنا هنقولها الاول حاجة السنسوري نيورنز او السنسوري سيبتورز الموجودة على السكن بعتت الامبولس دي عند البرين والسباينل كورد عشان هما اللي يقولوا للجسم يتصرف ازاي في الموقف ده او على الستاميروس ده يدي ايه ري اكشن على الستاميروس اللي نتعرضط له ده فالامبولس راحت على البرين والسباينل كورد او ممكن نقول راحت الامبولس دي من السنسوري نيورن لالانتر نيورن طيب الانتر نيورن عمل ايه نقل الامبولس دي رودها الموتور نيورن فعشان كده لما راحت للنوع التالت اللي هو الموتور نيورن هو ده اللي خلاني احرك ايدي بالشكل ده تمام يبقى الموتور نيورن carry impulses away from the brain and spinal cord بتاخد بقى الامبولس من البراين والسباينل كورد يعني السنسوري نيورن دي اللي ودت الامبولس للبرين البرين والسباينال كورد من البرين والسباينال كورد عمله ايه؟ اجل الموتر نيورون بعدتها بعيد عن البرين والسباينال كورد وودتها للجلاند او المسل المفروض تدي ريسبونس او استجابة على الاستيمولاس ده اه تمام فكده لو حصل استيمولاس طبعا الستيبس دي بتحصل امتى لما يحصل استيمولاس او محفظ لكن طول اصلا مفيش استيمولاس مفيش محفظ بنقول على الاستيمولاس او المحفظ ده بنقول عليه مثلا ليه اسم تاني اسمه اكشن potential يبقى الاكشن بوتينشل بيحصل اكشن بوتينشل ده اسم للامبولس استيمولاس تمام يبقى لما يحصل استيمولاس فبيحصل اكشن بوتينشل او امبولس بتنتقل بقى من السنسوري للأنتر للموتر نيورنز وهكذا لكن غير كده مفيش أصلا إمبولس مفيش ستيمولوس يبقى الجسم إيه في حالة راحة مفيش ستيمولوس مفيش حاجة أصلا أنا معرضة ليها مفيش أي إنفرميشن دلوقتي نستقبلها يبقى الجسم في حالة راحة عكس الجسم أو نيورنز بتاعتي أو الجسم إنه في حالة راحة عكسها إنه هو في أكشن بوتينشيل تمام الستيبس اللي احنا قلناها دي بتعمل حاجة اسمها ريفليكس أر إنه هو أصلا ده نيرف باثوي أو طريق عصبي كده احنا مشينا بالستيبس اللي احنا قلناها من من السينسوري نيورن للإنتر نيورن للموتر نيورن كل دي نيرف باثوي أو طريق عصبي بنقول عليه ريفليكس أر الريفليكس أر كده بيكونسست من السينسوري نيورن والإنتر نيورن والموتر نيورن بس الإنتر نيورن أنهي واحدة في الانتر نيورون انهي جزء فيه فقط يعني بتحتوي على والانتر نيورون او فقط والموتر نيورون يعني يعني البرين مش بي في الريفليكس ارك دي ممكن نقول على الريفليكس ارك انهي هي التركيب الاساسي للنيرفوس سيستم اتفقنا وعرفنا الفرق ما بين الجسم لما يكون في حالة ولما يكون في حالة في حالة يعني عادي احنا قاعدين ما فيش حاجة حصلت ما فيش اي ستيميولوس حصل فبالتالي ما فيش اي هتروح للبرين وهكذا ولا هنمشي الستابس دي مجرد ما حصل او مجرد ما حصل فكده هيبدأ يحصل الامبولز تنتقل او يحصل اكشن بوتنشل اوكي فيه سرعة مختلفة للأكشن بوتنشل الامبولز اصلا او اللي هي الامبولز او الاشارة دي بتنتقل على طول مين على طول الاجزن الاشارات او الامبولز بتنتقل على طول الاجزن تمام اوه اوه ففيه سرعات مختلفة اوه للامبولز دي يعني مثلا ايه يعني عندنا اكشن مثلا احنا افترض ان ده شكله في اكشن مغطة بطبقة كده من الليبز اسم الطبقة دي ايه اسمها مايلنشات اسمها مايلنشات تمام الفراغات اللي ما بينها اللي هي مش مغطة بالمايلنشات دي اسمها ايه اسمها نودز يعني دي الجزء ده اسمه مايلنشات وجزء الفراغ ده اسمه نودز طيب الامبولز بتتحرك الامبولز دي اصلا عبارة عن ايه ها عبارة عن اه electric charges عبارة عن شحنات فالالكتريكة تشارجز دي الشحنات ماشية على طول الاجزن تمام ماشي اشارات زي ما انتم شايفين كده فهتمشي ماشية على طول النودز دي مجرد ما لمست او اه الرابط من المايلنشات مش بتقدر تختارك المايلنشات ده مش بتقدر تمشي فيه فتقوم عامل ايه قفزة كل المسافة دي عشان تمشي على النودز تاني الرابط من المايلنشات ما ينفعش تمشي او تدخل او تختارك المايلنشات الجزء الليبتز او الدهون ده فتعمل ايه تقفز مسافة تانية وبعدين تكمل على النودز يعني هنا عرفنا ان هي الالكتريكال تشارجز دي او الامبولز بيمشي على طول النودز فقط ومش بيمشي على المايلنشات فبيقفز مسافات بعيدة فتفتكروا بيوصل اسرع ولا ابطأ يعني الامبولز بتوصل للمخ اسرع ولا ابطأ اكيد طالما بتقفز المسافة دي كلها يعني بتعمل سكيب لمسافات كتيرة بتتخطى مسافات كبيرة يبقى معنى كده ان هي ايه بتوصل بسرعة غير بقى الاكسن اللي هو غير مغطى بالمايلنشات بالشكل ده فبالتالي الامبولز هتمشي على طوله كده بالراحة وحدة 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 فبتوصل براحتها يعني مش بتوصل بسرعة لان هي مش بتقفز مسافات بعيدة اوكي طيب احنا ليه بنقولي المعلومات دي اوه هتفيدنا في ايه هتفيدنا ان احنا نعرف ان الاكسن اللي فيه ميلنشات ده بيكون ايه بيكون سريع بيكون اسرع في السبيد لكن الاكسن ده بيكون ايه بيكون slower than accent with myelin shaft طيب accent اللي هو السريع اللي هو فيه myelin shaft ده مرتبط بإيه؟ مرتبط بال sharp pain اللي هو القلم الشديد لو احنا تعرضنا القلم شديد فمحتاجين الimpulse بسرعة تنتقل للمخ بسرعة يعني عشان إيه؟ عشان المخ يلحق يدي response أو الاستجابة على sharp pain اللي أنا تعرضت ليه ده فبالتالي accent with myelin shaft ده بيكون مرتبط بال sharp pain لكن اللي هو dull with thropping pain القلم الخفيف الضئيل ده بيكون accent without myelin shaft اللي هو ألم خفيف فإيه؟ أنا مش محتاجي يوصل قصدي بأسرع وقت للمخ خلاص أوكي أوصل براحتك كده كده الألم خفيف أنا مش حاسة بألم شديد فبيمشي براحته زي ما انتوا شايفين عشان ما فيهوش myelin shaft فبيوصل للمخ ويددي response ببطء يعني بطريقة بطيئة لكن لما اتعرض لsharp pain محتاجين الimpulse بسرعة توصل للمخ عشان تديني respond عشان أدي أتحرك مثلا أو أبعد إيني عن الحاجة السخنة أو أبعد بعيدة عن الحاجة المسبة لsharp pain وهكذا ده شكل الأجزن اللي عليه المايل انشاث ده المايل انشاث ودي المسافات الفارغة دي النودز والاهم الامبولس اللي هي عبارة عن electric charge ام 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 طيب بعد كده عندنا الحاجة اسمها synapse ال synapse اللي هي التشابك العصبي السينابس دي موجودة في نهاية ما بين كل أجزن وبداية نيورون تانية اللي هي الدندرايت يعني ما بين الأجزن اللي هو نهاية نيورون والدندرايت اللي هو بداية نيورون تانية ما بينهم موجود بتاع حاجة اسمها سينابس تشابق عصبي موجود ما بين ايه ما بين اتنين نيورون بيربط ما بين الاتنين نيورون تشابق عصبي التشابك العصبي ده جواه ساكس كده أو حوصلة بداخلها ايه بداخل الساكس دي ايه حاجة اسمها النيورو ترانسميتر النيورو ترانسميتر دي لما يكون مثلا الخلية تكون في حالة العضلة أو المسل بتكون ريلاكس فاحنا عايزين العضلة يحصل لها يحصل العضلة بدل ما هي في حالة عايزين نعمل للمسل تكون فإيه اللي بيحصل اللي بيحصل طبعا لما كانت دي كان الجسم في حالة تمام طيب لما يحصل لها يبقى كده هو ده اللي اللي احنا بنقول عليه أو الامبولس أو الأكشن بوتنشل تمام؟ فالأكشن بوتنشل لما يوصل لنهاية الأكزن الفيزيكل أو اللي هي وهوها نيورو ترانسميتر دي بتندمج مع البلازما ميمبرين البلازما ميمبرين بتاعات الخلية أصلا تمام؟ قلنا البلازما ميمبرين دي اللي بتحيط بالخلية وبتعمل إيه؟ بتسبب أن نيورو ترانسميتر تخرج من الخلية عن طريق بروسس اسمها اكسو سايتوس اكسو سايتوس دي اللي هي الاخراج الخلوي فالخلية أخرجت أو طلعت منها النيورو ترانسميتر دي أو النواقل العصبية طلعتها برا الخلية تمام؟ برا النيورون فيجي النوع اللي عندنا اللي هو الموتر نيورون بيعمل ستينابسيز ويد أو مسلسل بيروح يرتبط أو يتشابك مع المسلسل اللي احنا عايزين بقى نعمل لها إيه؟ عايزين نعملها كونتراكشن تمام؟ ده ريليز نيورو ترانسميتر كروسس ده سينابس and كوز المسل تو كونتراكت النيورو ترانسميتر اللي حصل لها ريليز دي أو انطلقت أو خرجت من الخلية بتخرج بقى من السينابس ده بتعدي السينابس أو بتعمل له كروس اللي موجود ما بين الخليتين في السينابس ده أو في التشابك العصبي اللي هي النيورو ترانسميتر والنيورو ترانسميتر دي هي اللي بتنقل الإمبولس أو الأكشن بوتينشل أو يعني هي اللي بتنقل الإمبولس فبتسبب الأكشن بوتينشل بتسبب بدل عضلة ما كانت ريلاكس بيحصل للعضلة أو للمسل بسبب إيه؟ بسبب أن النيورو ترانسميتر خرجت بره ستاكس او الفيزيكالز دي عن طريق البروسي اللي هي او الاخراج الخلوي ولما خرجت بقى خلاص لما طلعت برا الخلية الموتور نيورون ارتابط مع المسل سيل وبعد كده هتسبب العضلة يحصل لها تمامي متعريف السنابس هي ما بين نهاية و بداية النيورون التانية موجود ما بينهم السنابس تمام جوه السنابس دي زي ما اتفقنا موجود ايه موجود فيزيكالز جواها نيورو ترانسمترز نيورو ترانسمترز دي بيحصل لها ايه بيحصل لها ريليز من من الخلية يعني لما يحصل لها ريليز دي من الخلية بتعمل ايه بتسبب ان المسل يحصل لها تمام كده اول درس خلص المرة جاية بإذن الله هنسجل هسجل لكم تاني درس تمام هتمنى تكونوا فهمتوا شكرا جزيلا